انشغلت المؤسسات الأخبارية والمعلقون بقصة مقتل أيمن الظواهري بضربة جوية أمريكية بتغطية أخبار الواقعة دون الالتفات إلى تبعات وقوع هذا الحدث في كابل وفيما تقاطر سيل من المعلومات والتعليقات عن الواقعة كان هناك حاجة إلى التوقف قليلا للتركيز على الجانب الأكثر أهمية في هذه القصة بعيدا عن الجغرافية السياسية للحرب على الإرهاب يجب معرفة مدى تأثير موت الظواهري على المسلمين العاديين الذين كانوا الضحايا الرئيسيين لعنف القاعدة وماذا تكشف لنا هذه الواقع عن طبيعة وممارسات إمارة الطالبان الحقيقة المؤكدة هنا أن أيمن الظواهري قد مات وهذا أمر مهم ويعد مقتله دليل على أن القاعدة تمر بحالة من الانهيار فقيادتها وأعضاؤها ليسوا آمنين في أي مكان في العالم حتى في أفغانستان وإذا كان أي شخص يأمل في أن توفر أراضي طالبان ملاذا آمنا له فقد أصبح من الواضح الآن أن مثل هذا الأمان لم يعد متوفرا فالمنظمة العنيفة غير القادرة على حماية قادتها ستجد صعوبة أكبر في البحث عن مجندين وممولين جدد وهذه بشرى للعالم الإسلامي الذي انخدع بعض شبابه بأمثال الظواهر منذ عقود وإنه لأمر إيجابي أن تظهر عدم كفاءة الظواهر وتنظيمه واضح للعيان فاغتيال الظواهر يأتي تتويجا لعمليات ملاحقة التنظيم على مستوى العالم والتي نجحت في القضاء على أبرز قادته ففي عام 2019 قتل حمزة أسامة بن لادن نجل مؤسس القاعدة على الحدود الأفغانية الباكستانية وفي أكتوبر تشرين الأول 2020 أعلنت قوات الأمن الأفغانية حينها مقتل حسام عبد الرؤوف الشهير بأبي محسن المصري في ولاية غزنة شرق أفغانستان والأمثلة كثيرة فقد طالت الضربات الجوية الأمريكية قادة القاعدة في اليمن وسوريا والصومال وباكستان وغيرها من الدول وحتى من كانوا يظنون أنهم بمنأة عن الاستهداف مثل أبي محمد المصري فقد تم اغتياله في قلب طهران بصحبة ابنته مريم أرملت حمزة بن لادن في السابع من آب أغسطس 2020 في ذكرى الهجوم على السفرتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 98 أدارت زمرة الظواهر تنظيم القاعدة بشكل سيء وألحق الأذى بالعديد من الناس بمن فيهم كبار أعضاء القاعدة مع حماية مصالحهم الضيقة اشتهرت المجموعة العنصرية والمنافقة بانتهاك المبادئ الإسلامية وأظهرت مراراً واتكراراً طبيعتها الحقيقية فقد أزهق الظواهر العديد من الأرواح سواء بين المدنيين الأبرياء من المسلمين أو بين أنصار تنظيمه من الجهاديين فقد تآمر ضد خصومه الداخليين وقوض نفوذهم حتى وفاته وهناك قصص عن قتل وتعذيب مقربين منه لاتهامهم بالخيانة مثل محمد عبد القوي وقتل طفلين بالسودان لاشتباهه في تسريبهما لأسرار التنظيم ومع ذلك فإن كل تلك المؤامرات لم تصفر عن شيء عندما تم القبض عليه وقتله فرحلة حياة الظواهر من السجون في مصر إلى لحظاته الأخيرة في كابل تعتبر حياة مغامرة مضللة لم تترك إرثاً مشرفاً وراءها بعد أن عاودت طالبان الاستلاء على السلطة في كابل في أغسطس من العام الماضي سألناهم مراراً وتكراراً عن وعودهم بموجب اتفاقيات الدوحة وكانوا دائماً يستخدمون نفس الكليشات دون تفصيل عدم السماح باستخدام تراب أفغانستان لشن هجمات على دول أخرى حاول قادة طالبان الحد من وجود أعضاء القاعدة العاديين وليس حتى القادة في أفغانستان لكن عدم ارتياحهم أظهر أنهم كانوا يخفون شيئاً ما تم العثور على الظواهر في منطقة تخضع لحراسة مشددة في كابل تحت السيطرة المستمرة والصارمة لطالبان وهذا يظهر بما لا يدع مجالاً للشك أن القيادة العليا لطالبان إما فشلت في ملاحظة وجود الظواهر هناك أو ربما كانت على الأرجح متواطئة في إخفائه بالنسبة لمنظمة تحاول الحصول على اعتراف دولي يصعب جداً العثور على التبرير لهذا السلوء فكيف يمكن الوثوق بأي التزامات تتعهد بها الحركة الآن؟ وفي عام 2022 نشرت القاعدة عشرات التصريحات الإعلامية التي كان الظواهر يطل فيها من مخبأه في أراضي طالبان وفي هذه الرسائل نشرت الظواهر الكراهية والتهديدة بالعنف ضد العديد من البلدان فقد ظهر في فيديو في سبتمبر أيلول 2021 في الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر في الشهر التالي لسيطرة طالبان على كابل وضحض بذلك الشائعات حول وفاته وفي أبريل نيسان الماضي ظهر في فيديو نشرته مؤسسة السحاب التابعة للقاعدة عنوانه حرة الهند تحدث فيه عن قرار منع الحجاب في ولاية هندية وفند التقارير التي تحدثت عن وفاته مجددا وفي مايو أيار الماضي ظهر في فيديو طويل بمناسبة ذكرى مقتل صلافه أسامة بن لادن وهجم الولايات المتحدة وتحدث عن حرب أوكرانيا ومن الجدير بالإشارة إليه أن فشل الطالبان في منع إنتاج ونشر الدعاية العنيفة من داخل الأراضي الأفغانية يعد انتهاكا سافرا لاتفاقات الدوحة وفقا لما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الثلاثة وسواء كان الطالبان غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أو غير راغبة في القيام بأعباء ذلك فإن النتيجة واحدة وهي أن مصداقيتها تعرضت للتدمير وعلى الرغم من أن منظمات مثل القاعدة وداعش أسوأ من حركة طالبان ذات التوجه المحلي لكن بالنسبة لأي شخص ينجذب إلى نموذج طالبان فإن الواقع معقد ومليء بالمخاطر القاتلة تدفع طالبان اليوم ثمن محاولة العيش مع ثعبان في أحضانها فقد أحرجت القاعدة طالبان علانية باستخدام أراضي أفغانستان لنشر التهديدات والتخطيط لهجمات ومن خلال القيام بذلك أضر التنظيم بشكل رهيب بقدرة طالبان على الاتماس المساعدة والاعتراف الدوليين وهذا يحدث في وقت تكتشف فيه طالبان أنه بدون مساعدة خارجية سيتعرض ملايين الأشخاص في أفغانستان لخطر المجاعة ولم تبدل قاعدة اهتماما جديا بتأثير أفعالها على طالبان أو الشعب الأفغاني الفقير بما في ذلك النساء والأطفال فعندما قرر الظواهر الاختباء في كابل كان يعرف بالضبط ما يعنيه ذلك بالنسبة لأفغانستان والأفغان ومع ذلك لم يبده اهتماما فعليا بذلك ولم يحترم قادة وأعضاء القاعدة شروط طالبان أو سلطتها ومن الواضح أن طالبان ترى الآن أنها لا تستطيع الوثقة بالقاعدة كما أن رحيل الظواهر لن يقضي على خطر القاعدة فهي تحاول البقاء على قيد الحياة ومدوات جراحها في أفغانستان في المستقبل القريب وسيواصلون التخطيط لهجمات خارجية على خلاف تعليمات طالبان قرار طالبان بتوفير ملاذ آمن للظواهر وأعضاء القاعدة الآخرين قد يكلف أفغانستان فرصة الحصول على المساعدات الدولية والاعتراف في هذه المرحلة وهي أحوج ما تكون إليها وبدلا من محاولة فهم المخاوف بشأن الإرهاب والاستفادة منها في اتخاذ الاحتياطات طبعا أصبح قادة طالبان أكثر قلقا في وسائل إعلام الدولية قللوا من وجودهم هناك وقد ظهر أن هذا كان خطأ كما أهدر الطالبان وقتا ثمينا في قضايا مثل منع تعليم الفتيات ومهما كانت المشاكل العميقة عميقة الجذور داخل الطالبان فالواضح أنهم فاشلوا في أعطاء الأولوية لمشاكل البلاد وعلى رأسها منع الإرهاب مما يعطي حجة قوية للغاية للقائد الطاجكي أحمد مسعود الذي يتزعم المعارضة المسلحة ضد طالبان ويتمتع بعلاقات مع أطراف دولية عديدة لأنه وجه مرارا اتهامات للحركة بالارتباط بعلاقة مع عناصر إرهابية وتبين أنه كان محقا في ذلك لقد فشلت الحركة بشكل كبير في فهم طبيعة خطر القاعدة والسيطرة عليها بإجراءات فعالة وبعد وفاة الظواهر في كابل يجب أن يدرك الآن مدى سوء أخطائهم فليس لديهم القدرة على تحمل التكرار نفس الخطأ في المستقبل وصبيلهم الوحيد للخروج من هذه الفوضى هو إعطاء الأولوية لسمعة وسيادة إدارتهم من خلال عدم الثقة بالقاعدة مرة أخرى فإذا قام الطالبان بترحيل أو سجن أعضاء القاعدة في أفغانستان فلن تعد هذه الإجراءات مبالغ فيها نظرا لطبيعة ومدى الخطر الذي يمثله تنظيم القاعدة على طالبان نفسها